كوبر ولا باتشيكو الأسماء المرشحة حتى الآن طبعا ممكن يبقى فيها أسماء أخرى في الأيام اللي جاية بس حتى الآن كوبر وباتشيكو الأسماء المرشحة لا أنا وجهة نظر أن ندور عالجديد برضو أنا كتريسة أقول كده من شاء أنا رأيه كده أنا بتفين معك جدا يعني باتشيكو جرب حظه معنا دزبالك وما كانش موقفة كوبر عمل شكل كويس قوي للمنتخب وطور من الأداء وطور من الشكل بتاع المنتخب في حدود الإمكانيات اللي كانت متاحة وده خلاص بقيت الكرة الحديثة علشان الناس كانت أيام زمان والغاية دلوقتي يلا يعني إيه عنالعب بربعة اتنين تلاتة واحد نلعب بيها طول السنة ما فيدورش على منافس أنا اللي باكسب على طول لأي الكلام ده خلاص دلوقتي إحنا شفناه مع مستر كروش شفناه مع كوبر إن كل فرقة أنت بتلعبها عندها مميزاتها وعندها عيوبها أنت بتبني فرقيتك على الأساس تعرف كروش كروش بالمناسبة يعني أنا كنت مش بتحفظ يعني اللفظ دي على فكرة أنه هو أنت ليه بتلعب كده هو أنت ليه خلينا الدفاعيين هو أنت ليه مش بتلعب هجومي هو أنت ليه مش الناس بتفتكير طول وقت أو بعض الناس يعني مش كون الناس عفوا يعني أنه أنت بتلعب لوحدك أنك بتلعب وده مسنغال لا ما أنا اللي هاكم السنغال أعرف أنت فيه تفاصيل يعني لا أنا يمكن هي فيه حاجات عندنا بندرسها وبنذكرها أولا أنت بتلعب بتشوف حالة لعبتك وحالة لعب المنافس وإمكانياتهم صح أنت وصلت كمان دلوقتي للملعب دي احنا جينا تكلمنا قبل كده مع بعض على الملعب يعني مثلا أيام زمان كان يقولك إيه أما تيجي تلعب الأهل والزمالك يا سلام لو تلعبه في ملعب دايق المساحات بيستغلوها والكلام وأستاذ الكاهرة تروح أنت تبص تلاقي أنت في لقيتك متكتلة والملعب واسع حتى ومع أنك أنت واقف صح ومنظم ومع ذلك بتخسر برضو لأن الملعب كبير واسع لا الحاجات دي كلها موجودة يعني سادي ومالية على الحالة اللي أنت شنفع كمان دلوقتي معنويا الكلام ده كله أنت هتقدره لا وحالتك البدنية وحالتك الفنية وليلية المباراة كبان وقوة المنافس اللي قدامك اللي ممكن يبقى عنده أفضلية عليك أنت إمبارح لفربول بيلعب حارس مرمى ميندي ميندي في المستوى جدا جدا ده ما بيقلش ما شاء الله يعني إن شاء الله ما شاء الله يعني تخلص فيه غروط مصر مهمة جدا اميكانيات لعبتك طبعا أنا أقول لحضرك حاجة طبعا احنا الفترة الأخيرة ساديو ماني كان بلعبها في الفت في البطولة كلها انت ملاحظ الليونجن كولوب بقال وفاكر في لعبه طبعا بلعب فوتس ناين اللي هو المواجم الواهمي ده دلوقتي هل انت مش عارف ان مستر كروش قاعد أنا عبقى حاطط طريقتين أو عبقى اتكلم مع الناس أول ما عمل المعسكر بتاعي يا جماعة لو ساديو بنقول لعب في العمق مين اللي حيارب منه ولو لعب على الطرف مين اللي حيارب منه برافا ولا هل هو عيفكر في المباراة اللي اللعب فيها نهائي صحية استحالها صحية فيه تغيرات فيه تغيرات فيه حاجات بتاع السرونت لازم كمداريو تبقى صحي طول الوقت تمام انه هو الناس بتبقى فاكرة انه افرد اسلوب لعبك يا جماعة الكلام ده خلص لا 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 فيش حاجة اسمها كده افرد اسلوب لعبي لما كون انا افرد اسلوب لعبي سنة 2006 و2008 و2010 انا اضب انا القائد الناس كلها هي اللي بتيجي حوالين مني صح دلوقتي لا انت بتلاعب فرق نسب اللعيبة اللي محترفين عندهم عدد كبير قوي ومش محترفين مثلا بيقعدوا احتياطي كان الاول برضو فيه كاميران وكل دفور والناس دي كلها عندها لعيبة محترفة لكن ملوش دور في فرقته لا انت بتلاعب منتخبات فيها كلهم بيلعبوا اساسي وبيلعبوا فانتها كبيرة فانتها كبيرة لا انا انا متكلم في انه احيانا الناس انا مش عارفة دايما بيبقى متحاب بيحاول اقولها بيسيرها كويسة احنا مش عاكم منتخب بصراحة يعني على الورق على اقل يعني لما بننزل ملعب بنقدي ومنلعب برجولة وكل شيء بس على الورق بالاسماء المحترفين اللي قدامك لا فيه منتخبات اقوى منك طيب لما يبقى فيه منتخبات اقوى منك وانت تقدر تتعامل مع قدراتك انك توصل لقدراتهم انك توصل لقدراتهم وهي مش قدرات حقيقية عندك بس توصل لها بامور فنية حاجة كويسة فالناس بتبقى فاكرة انه لا احنا جمدين يا سيدي جمدين بس فيه اجمد منك يعني دلوقتي فيه اجمد منك انت لازم ما هي هي كده يعني هو انت حضرك مسلا لو بتتكلم على استران كومبانيا وبتلاقيه بيدافع احنا كمحلين وكمدربين من احترم الراجل بالزبط اصل الراجل مش عينزل يعمل عنطر واروح جاي داخل مهاجم الاهلي ومهاجم الاتحاد ومهاجم سراميكا وانا قدام مني محمد ابراهيم وقدام مني شهادي ومش عارف قدام مني مين واخصال لي تلاتة اربعة ويطلع يعود مع الادرة شفت انا كنت بهاجم النهار ده مش مظبوط يا جماعة خلص اطلاقا نقطة مهمة جدا